على كل حال خلينا بقى نور دلوقتي نتابع زي ما احنا ما تعودين اخبار النادي الاهلي ويفر او كمان المختلفة معانا سالة حمد من مقر النادي الاهلي بالجزيرة سالة صباح الخير عليك وسمعينك تفضلي صباح الخير طبعا براحب بيك انا هاواند واكيد براحب بيك كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة طبعا في برنامج عشر الصبح في الاهلي وكالعادة هكون معكم النهاردة طبعا في فقرتنا فقرة اخبار النادي الاهلي من مقرنا بالجزيرة هكون معكم واخدكم في جولة سريعة حول كل الاخبار والامور طبعا متعلقة بالنادي الاهلي واكيد فريقنا الفريق الاول لكرة القدم وجميع الفرق الرياضية الاخرى وخليني ابتدي باخبار الفريق الاول لكرة القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسماني وقبل ما اتكلم يعني طبعا في اخبار وكل الامور متعلقة بالفريق الاول لكرة القدم خليني أبركلك طبعا يا نهواند وأبركلك كريم ولكل جمهوري النادي الأهلي بعد فوز مهم فيه مباراة مهمة وممتعة جامعة ما بين النادي الأهلي والإنتاج الحربي إمبارح على ملعب استاد الأهلي والسلام وانتهت بفوز طبعا النادي الأهلي بتلت أهداف مقابل هدفين سجل أهداف علي معلول من راكلة جزاء ويحسن الشحات والتر بوليا الهدف الثالث من أسست علي معلول يمكن بعد الأسست دا نهواند خليني أقولك أنه علي معلول أصبح من أكتر اللعيبة في الدوري المصري صنع أهداف برسيد تسع أسستات في خمستاشر مباراة ومنهم طبعا يعني من ضمنهم مباراة الإنتاج الحربي أمس خلاص يعني خليني أقولكم من النهاردة اللعيبي النادي الأهلي هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات ويعودوا مرة أخرى استأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التيتش بكرة إن شاء الله استعدادا للمرحلة المقبلة في بطولة الدوري مباراة القادمة إن شاء الله أمام أسوان واللي هتكون يوم الخميس في تمام الساعة السبع مساء على ملعب استاد فيترو سبورت طبعا في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم العبي النادي الأهلي كلهم طبعا هيكونوا متواجدين في التدريبات بكرة وهيكون معهم الضهير الأيمن للنادي الأهلي النجم محمد هاني ولكن هيغيب عن مباراة أسوان يوم الخميس بسبب تراكم الإنذارات لأنه طبعا زي ما كنا شفنا إن بارح محمد هاني حصل على الإنذار التالت في المباراة فهيغيب خلاص يعني بشكل رسمي عن مباراة أسوان المباراة القادمة يوم الخميس ده بالنسبة ليه أخبار فريل أول لكرة القدم خليني نروح أخبار جميع الفرق الرياضية الأخرى ويبتدي بفريل أول لكرة اليد تحت قائدة الكابتن طارق محروس يمكن خليني طبعا أفكرك أنا هاوند وفكر كريم وكل جمهور النادي الأهلي أنه كابتن طارق محروس كان بيمرن يعني لعبي كرة اليد على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية الفترة الماضية ولكن قرر أنه بداية من الأسبوع ده لعبي كرة اليد هيتمرنه على فترة واحدة من الساعة 2 للساعة 5 وبعد تدريب فريل أول لكرة اليد رجال هيكون في تدريب السيدات من الساعة 6 للساعة 8 على نفس الصالة صالة الأمير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة كمان الفريل أول لكرة الطائرة رجال تحت قيادة الكابتن ميدو أم سلحي هيعودوا مرة أخرى للتدريبات الجماعية بداية من يوم الحد القادم بداية من الأسبوع القادم عشان يستعدوا للموسم الجديد دي بتكون فترة إعداد استعدادنا للموسم الجديد واللي هيبتدي تقريبا في شهر 11 القادم يمكن دي طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة بالنسبة لفريل أول لكرة القدم وكمان جميع الفرق الرياضية الأخرى والآن لعودة مرة أخرى للستوديو وكلمة لكي طبعا يا نهوان تفضلي وإحنا بنشكرك جدا على التغطية دي يا سالة والجو من عندك كده بين يعني كويس أوقات كتيبة الشمس صعبة جدا أو درجة الحرارة بس الجو الواضح أنه هو كيس ممكن احتمال نعدي عليكي بعد الهواء يعني شكرا لكي جدا يا سالة ترجمة نانسي قنقر